أهوال يوم القيامة وصف تكرر على لسان الليبيين في مدينة درنة متحدثين عن الدمار الشامل الذي تعرضت له المدينة بعد مرور العاصفة دانيال التي تسببت في انهيار سدين وهلاك آلاف الأشخاص وعدد كبير من المفقودين يتجاوز عشرة آلاف وفأ مسؤول محلي في مقابلة خاصة مع الحرة وصف وزير الخارجية في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان عبدالهادي الحويج ما خلفته العاصفة دانيال في شرق البلاد بكارثة غير المسبوقة مؤكدا أن الثلثة مدينة درنة سوية بالأرض الحصيلة تقيلة كارثة كبيرة جدا بكل ما تعنيه الكلمة معنى كارثة غير مسبوقة في تاريخ ليبيا كارثة جرفت الأخضر واليابس تلت المدينة درنة تقريبا سوية بالأرض السدود تفجرت الجسور هدمت أكثر من خمس جسور في مدينة درنة وحدها ليست درنة فقط هناك مدينة سوسة هناك مدينة شحات هناك مدينة البيضة والبياضة والمرج والمخيلي كل هذه المدن تأثرت بالذي حصل كارثة كبرى صدمة كبيرة جدا تجاوزت كل التوقعات سوار بالأقمار الصناعية تظهر مدينة درنة قبل وبعد العصفة دانيال حيث يظهر حجم الدمار الذي لاحق بمناطق موحية عن الخريطة بالكامل أو أجزاء منها نقلت وكلة ريترز في وقت سابق عن وزير الطيران المدني في حكومة شرق ليبيا هشام أبو شكيوات أن أكثر من خمسة وعشرين بالمئة من المدينة اختفى وانهار عدد لا يحصى من المباني أما المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي فتحدث عن جرف أحياء بأكملها في البحر